السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذي في السنة الأولى ثانوي شعبة جذع مشترك علوم وتكنولوجيا إذن أبنائي إن شاء الله في الفيديو تانيها اليوم رح نحلوا فرض الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا ومنها ندروه طبعا مراجعة إذن يلا أبنائي رانا نقرأ وحدة المادة وتحولات والذرات الإلكترونات الشحنة الذرية إلى غير ذلك يلا إن شاء الله قلنا مراجعة وفي نفس الوقت حل الفرض الأول إذن يلا نبدأ كالعادة نقرأ ونبال نحلو الأسئلتان التمانية التعيق ولي واحد الجزء الأول اللي تكون لدينا الذرات التالية عندي إكس عندها آآ وزآ كتلة هالذرية أم إكس سوي 58.45 في عشرة أسنق السبع وثين كيلوغرام يلا وإيقغاق عندها آآ دو زاد دو كتلة هالذرية ربعين فاصل سفر تمانية في عشرة أسنق السبع وثين كيلوغرام يلا هذي بالنسبة للذراتان ما نعرف شكلهم واحد ماذا يمثل كل من آآ وآدو مع أنتها ماذا أسميه إذن يلا أبنائي هذك اللي يجي الفوق وش نسميها هنشوفوا الآسم تعو عني قيمة كل منهما مع أنتها أحسبهم إذن طبعا أبنائي باش تحسبوا بهذا وحد الحاجات وهلي في المعطاية يلا ثالثا ماذا يمثل زاد آآ إذن زاد آآ قصده تعب ذراء اللولى نفهم في ذراء إكس آآ زاد آآ حدد قيمة زاد آآ علما أنه قال لك يلا اجبد لي زاد آآ علما أنه آآ تساوي زاد آآ زائد ثمانية عشر إذن يلا هذا نكونوا جبدناه مننا السؤال أول لازم أبنائي صحيح وندير له فقط نجبد زاد آآ الخامسا أعطي التوزيع الإلكتروني للعنصر إكس ثم استنتج موقعه في الجدول الدوري إذن يلا أبنائي نجبده مدما نجبد الآح نجبد الزاد طبعا راح نعرف كيفاش جاي يعني طبعا المدارات لازم نعمرهم ونشوف وين جاي الموقع تاعه تسمى السطر وكذلك العمود سادسا أكمل الجدول التالي إذن الرمز الكيميائي تكافؤه العائلة التي ينتمي إليها وخصائص تلك العائلة إذن هذا كل عنصر اللي جبدته نعطي رمز تعو وعندي من معطاية خير نعطي التكافؤ العائلة وكذلك الخصائص سابعا حدد الرمز الكيميائي للشاردة الناتجة للعنصر إكس مع ذكر القاعدة المحققة مع أنتها إكسة حلقا عفوا يعني الإكس هذا ولا رمز الكيميائي اللي نحن نديروه نحن نشوفه إدا ولا شاردة وش نسميها يلا ونحددنا رمز التحى طبعا أعطي التوزيع الإلكتروني للشاردة النتجة مع أنتها توزيع الإلكتروني تحيط يختلف عن الأول علما أن العنصر إكس له نظير آخر بحيث عدد نيكليونات العنصر إكس ولا نيكليونات العنصر إكس هذا أو العدد الكتالي أ توقص من عدد نيكليونات نظيره بتنين إذن ينقصوا بتنين هذا النظير تعول الأول أعرف النظائر ثم أعطي رمز النظير إذن يلا قال لي تنقص بإثنان إذن نعرف النظائر ولازم نعطي له الإكس الجديد اللي هو النظير عاشرا إذا علمت أن العنصر إكس له نظيران حيث النظير الأول نرمزه لأول نسبة وجوده في الطبيعة 75% والنظير الثاني نحن نرمزه برمز آخر نسبة وجوده 25% في الطبيعة جد الكتلة الذرية للعنصر إكس معتها باستعمال النظائر ونحن نكشفه الكتلة الذرية لهذا العنصر ثانيا ولا الجزء الثاني إذا كانت الشحنة الكهربائية للناوات العنصر إكراك يلا دو كان ننتقلوا الإكراك هي كو تسوي تسعة عشر فاصل إثنان في عشاء أسناقل ستسعة عشر كولوم واحد أحسب عدد البروتونات وعدد النيوترونات لهذا العنصر مع تحديد تكافؤة أعطي التوزيع الإلكتروني وإلى أي عائلة ينتمي هذا العنصر نفس الشي كما الأول أحنا أعطي عدد البروتونات والنيوترونات طبعا نحن نشوف القاعدة اللي نخدم بها طبعا لازم تحفظوها سهلة جدا ونعطي توزيع التعو لازم السؤال أول يكون صحيح بش نعطي توزيع صحيح يلا هالمعطيات التعوية أعطوني أم بي يعني كتلة البروتونات عندي الإلكترونيات شحنة تحش حال مفهم يلا والمعطيات عندي أن سي أل أن أسي أم جي إذا وحدة منهم أبنائي يعني راح تخرج لنا من هذا وراح نشوفوا إن شاء الله كيفاش نخيرها إذا يلا نبدأ والتصحيح تعنا مع بعض إذا يلا أبنائي سؤال أول سهل قال لماذا يمثل كل من آآ وآدو؟ إذا يلا أبنائي كنت شوفوا هذي اللي دايما نلقاها النميرو الصغير في الفوق الفوق ومشي التحتها وسميه العدد الكتالي مفهم خلاص العدد الكتالي هو اللي نرمزوله الفوق يجي رقم كبير الفوق يعني عفونا رقم صغير الفوق وهو عدد النيكلونات وشمعتها النيكليونات معنتها البروتونات زائد الإلكترونيات مفهم يلا كيف أعين قيمته؟ إذن يلا كيفاش علما أنه آآ القاعدة التاعولي لازم نخدمه بها دائما وحن شاء الله حنوري لكم آآ تساوي آن زائد زاد إذن عدد النيوترونات زائد عدد البروتونات هذا كوش نسميه نسميه العدد الكتالي يلا قال لي أعين قيمته إذن يلا عندي قاعدة تقول آآ يساوي كتلة الذرة قسمة كتلة البروتونات معنتها أم آتوم قسمة أم بي يلا أم آتوم يلا عندي لهنا بالنسبة للآآ والآدو قال لي حسبهم في الزوج إذن وحدة 58.45 في عشاء 2-27 وحدة ها هي القاعدة التاحة يعني أولا عرفون كتلة التاحة وآم بي معطى في التمرين إذن معلية إلا ندير هادي قسمة هادي تعطيني 35 إذن العدد الكتالي تعذرة الأولى هو 35 العدد الكتالي تعذرة الثانية هو 24 طبعا هذا بالآلة حاسبة مسموحة إذن يلا جبدنا العدد الكتالي تعكل الذرة X وكذلك الذرة E قال لي ماذا يمثل ZA في الذرة الأولى إذن يلا دوك السقسانية على الأولى جاوبته قال لي وهذا ZA وشنه هو إذن أبنائي وش نسميه عندو زوش أسماوات وسميه العدد ولا تحبوا تكتبوا رقم عدد شوحاني ولا عدد ذري وشنه هو ZA يمثل لي بلي أنه عدد البروتونات تساوي عدد الإلكترونت نفسها هكذا إن شاء الله حتشوفوه وفشن استخدموها إذن خلاص قال لي ما هو اسمه حدد قيمته ما لحسبه لي إذن يلا أبنائي هذا القاعدة احنا عودو نحسبوه بيها نقول لهم باللي A تساوي N زائد Z إذن أنا وش نسحق نسحق نخرج Z إذن Z تساوي A نقص N إذن أنا الآ عندي هاني حسبتها والZ يعني أعطاها لي علما أنه قال لي أعفون الآن أعطاها لي علما أنه N تساوي 18 إذن تل 35 ناقص 18 تساوي Z صبتو شحال 17 إذن يلا N 18 Z صبتو 17 والA تاعي العدد الكتالي هو 35 قال لي في الدراء هادي فقط قال لي مكانة إيكا غيق مازا نسقسوك عليه التحت اللي بعده قال لي إذا علمتها خلاص خرجنا قلنا N والZ والA ما هو التوزيع الإلكتروني لعنصر X إذن يلا أبنائي نبدأ نحط في المدارات إذن قلوا باللي X تساوي ما زال ما عرفتها شمال نكتبها X 17 تحبوا تكتبوا الفوقها 35 ولا ما تكتبوهش كما تحبوا معنتها هذه الصح إذن يلا أبنائي هذه كيفاش نبدأ نبدأ المدار الأول نسميه كان المدار الثاني L المدار الثالث نسميه أ يلا المدار الأول ما يجيش فوق 2 فيه المدار الثاني ما يجيش فوق 8 فيه المدار الثالث ما يجيش فوق 18 فيه يعني أنت ما يقدش يشت فوق 18 إذن يلا هل نبدأ نوزعها 17 إذن هذا ما يرفتش فوق 2 نعطيله 2 هذا ما يرفتش فوق 8 نعطيله 8 إذن 82 أشحال أبنائي إذن 10 واش تبقى لي تبقى لي 7 نحطها في المدار الأخير نفهم هكذا نوزع المدارات حذاري كي المدارات ما نقدش نعطيهم فوق طاقة تحو يلا قال لي مدام وزعته إلكترونيا أعطيني الموقع تعوفي الجدول الدوري سهلة جدا أبنائي نحسبوش هان عنده من المدارية لحسبوه معايا واحد نين ثلاثة مع أنت هاد هاد ليلا تخون فرانسي هادو كالأم الحروف واحد نين ثلاثة إذن فهو السطر الثالث إذن هادو يبيني لكم السطر نفهم السطر جاي في السطر الثالث وبالنسبة للعامود إذن عامود السابع لأنه دوما نرحو نشوفو الأخيرة جحل فيها إذن عامود السابع هادي خمسة ستة سبعة هادي برومانيا يلا قال لي أكمل الجدول إذن هذا اللي صبته شوفو صبنا سبعطاش إذن يلا وراء السبعطاش اللي هنا أوب هاي السيال هي ذرة الكلور إذن الرمز الكيميائي السيال اللي هي ذرة الكلور تكافؤه واحد أبنائي وشنو ممعتها التكافؤ احنا نحقوا له خلوه في بالكم يلا العائلة هي الهالوجينات وشنو ممعتها الهالوجين هما أنه العامود تحم يكون يتميز فيه سبعة يعني في الأخير فيه سبع يعني إلكترونات يلا تكتسب وشنو هاد الخاصية تعهد هاد العائلة وش فيها حاجة مميزة تكتسب إلكترونا وتحتوي على سبع إلكترونات في المدار الأخير تتواجد في الطبيعة على شكل جوزي ثنائي الذرة مفهوم من القواسي ال دو إذن يلا نفهمكم تكافؤ مع أنت أنا اللخر باش يطم في المدار الأخير نزيدوا له واحد عبيها تكافؤ ماذا به هاد العائلة تحب تكابتي مع أنت تحب تدي إلكترون باش تعمر المدار تحها مفهوم باش تقول لي يعني شاردة نحقول لها إذن هاد بالنسبة للعائلة وأبناء حدارية العائلات ماذا بكم تحفظوها سهلة جدا شهل عندكم أربعة أو خمس عائلات نحفظها لأنه حتما حتما نسأل عليها فردا واختبار يلا الرمز الكيميائي للشاردة الناتجة إذن يلا قال لي اللي بعده يلا نشوفها سابعا حدد الرمز الكيميائي للشاردة الناتجة مع ذكر القاعدة إذن أبناء هذا السئل ماذا به اللهنة مش يفقد وإنما ماذا به يزيد إلكترون واحد باش تولي له اللهنة 8 ماذا بأنه يستقطب إلكترون لكي يصبح واشنو 8 إذن إذا استقطب إلكترون هو كالنورمال سيأل إذا استقطب إلكترون سيقول لي طبعا سيأل ما ما تبن ناقص واش تكتسب إكتسب إلكترون واشنو هاد القاعدة واسمها قاعدة الثماني إلكترون 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 ميحبو زما هكي يقعدوا وحدهم ماذا بيهم يكونوا ثونائيات هكي أخلوها في بالكم تسعى الذرات لتكون لها زاد ما بين سيأل سالب ونسميها قاعدة الثمان إلكترون تكتبوا لهكا تسعى الذرات واشنو هاد القاعدة إذا تسعى الذرات لأن يكون لها زاد ما بين السبعة والثمانية عشر مفهوم يساوي أو أصغر ولا أكبر يلا التوزيع الإلكترون الشاردة مع انتها هاد الشاردة وش كانت سيأل زاد إلكترون مع انتها في المضاء الأخير زاد واحد مع انتها كانت سبعة ولي ثمانية عرف النظائر هي أنه لنفس العنص الكيميائي لها نفس العدد الشحني زاد وتختلف العدد الكتالي إذن حذاري اللهنة هادك الرقم اللي نكتبوه إذن عدون اللهنة بش نفهمكم العدد هذا الزاد التحتني يقعد هو هو العدد اللي يختلف الفوق هو كابنائي فهم إذن يلا لاحظوا الآن تعي مقبل كي حسبتو شحان ها هو 35 مدام هادك 2 زيت له 2 وشح تولي 37 يعطاه لي في المطايات يلا إذا علمت أن العنصر إكس له نظيران واحد النسبة تعلوجه 57% والآخر فيه 25% ماذا نحسب جد الكتلة الذرية للعنصر إكس إذن القاعدة تعل الكتلة ذرية لأي سهلة جدا نكتب عم تساوي عندي العدد الكتالي ضرب هادك النسبة المئوية تعال اللول زائد العدد الكتالي ضرب النسبة المئوية تعال الثاني قسمة 2 إذن اللول إش حال صبناها يعني اللول إكس اللول اللي يعطاه هنه 35 والثاني يقلي مدام زيت تولي 37 اللول يخي مضربة 75% كينا الثاني 25% ندير بالآلة حاسبة طبعا نلقى العدد الكتلة الذرية لهذا العنصر هو 35.5 ما فهم إذن هذه القاعدة تعكي يكون عندي النظائر يلا دو نروح للإيقراج قال يلا إذا كانت شحنة كهربائية للنواة تتعال إيقراج هي كو تسوي 19.2 في عشرة أسناق 19 كولوم اخسب ولا حساب البروتونات والنوترونات لهذا العنصر مع تحديد التكافؤ إذن طبعا القواعد هما يهضروا عندي أنا القاعدة بتاع الشحنة وش تقول كو تسوي ز ضرب أ إذن أ معطات في التمرين وأبنائي عندنا الكو ها وعطا هالي لها إذن معلية إلا نجب الز يلا كو تسوي ز في أ كيف نجب ز ما هي إلا كو قسمة إذن ها هي كو قسمة يلا الكو ها هي أعطاها لنكتبها قسمة ها هي يعطاها للنعمة مفهوم إذن يلا نقصا فقط الأجد أن ز يساوي 12 يلا هادي يحسب البروتونات يلا كيف نحسب النوترونات طبعا نعرف القاعدة بلئات وساوي ز ز ز إذن ماذا يساوي ساوي A ناقص Z إذن A ناقص Z تعطينا 12 سهلة جدا كذلك إذن يلا توزيعه الإلكتروني كيف نديره نوزعه إلكترونيا عادي أنا عندي 12 كيف نوزع 12 نبدأ الأول ك نزوج إذن نعطيله الآن لازم يشد 8 إذن نعطيله 8 8 وزوج حال يعطيني عشرة وش حال نزيد العشرة بش إذن نزيد الهات نين علما أنه دوما نقول عد بروتونات هو نفسه عادة الإلكتروني إذن هذا التوزيع الإلكتروني فيما يفكركم إذن هذه العائلة هي عائلة القلائيات الترابية ولا أفخوص نعطيلها لازال كالينو تيغل مفهم إذن دوما نعطيل نقول العائلات لازم علي نحفظها بالمميزات التحب كل المدارات بكلش إذن هذا كان بالنسبة لفرض الفيزياء للأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا إذن أبنائي بناتي اللي عندوا أي سؤال ولا استفسار خليوا لي في التعليقات نجاوب عليها إن شاء الله في أقرب وطق ممكن وكما نقول كالعادة بتوفيق إن شاء الله